اشتركوا في القناة الذي حصد سبع جوائز في عدة فئات ليرفعوا علم المملكة عاليا هؤلاء الأبطال حضوا باستقبال مميز في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لدى وصولهم لأرض الوطن كيف كان المشهد من هناك أحمد العبد الكريم وفانا بهذا التقنير بمشاعر الفرح والاعتزاز تزاحم المئات من المواطنين في استقبال المنتخب الوطني للعلوم والقادمين من الولايات المتحدة الأمريكية محققين إنجازا علميا بحصولهم على سبعة جوائز علمية وبحثية ضمن مسابقة المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة هي ترشيح جميع الطلاب المستعدين للمشاركة في البحث العلمي يسجلوا أساميهم أونلاين هي متاحة لجميع المدارس يسجلوا اسمهم وبعنوان بحث معين وبعد كده يختار مشرف أكاديمي بحيث يتم البحث في مركز أبحاث أو في جامعة أو إذا كان البحث بسيط يتم في معمل المدرسة وبإشراف مدرسين شبابنا بيحصدوا الجوائز واحد وردتاني ما بين 1700 مشروع وكان يعني فرحة عارمة جدا والوفودة الصينية تيجي تسألنا أنتو كيف سويته الوفد الهندي مسؤولة تجاد تقول نحن عندنا 30-35 طالب ما فوزنا بشي أنتو كيف بتسوه في السعودية هذا الشي بشعورهم بتحقيق إنجاز يفخر به هذا الوطن الطلاب الفائزون غمرتهم الفرحة وخالطتهم الدموع بهذا الاستقبال طبعا الحمد لله يعني مرة شعور حلو أنه كيف يعني احنا كان هدفنا طبعا أنه نرفع رأس وطننا ولما نجينا لقينا الفخر والدعم منكم الحمد لله والحمد لله كان الشعور صراحة لا يوصف الآن يعني زملائي يشجعوني وأعتقد زملائي كل الفريق يعني يحسون من نفس الشعور لا نحس فيه أعشبت الشوارع بكم وأورقت الطرقات لكم وطن يزهو بكم أنتم ثروته ببرنامج أخبار المملكة أحمد العبد الكريم الرياض الأكيد أن نزهو نباهي بإنجاز هذا الفريق معي عبر الهاتف عراب وهذا الإنجاز كما وصفته التواصل الاجتماعي الدكتور حمدان المحمد المشرف على الفريق العلمي أهلا بك دكتور ومبارك هذا الإنجاز أسأل الله ومساكم ومساك أحياتكم والله والله بارك بعملكم جميعا إن شاء الله دكتور بعجالة يعني اسمح لي الوقت يعني لو علينا حطينا أكثر من حلقة لكم لكن الوقت يزحمنا نود فقط أن نعرف إلى أين سيتجه هذا الفريق مستقبلا هل من خطط لديكم لتطوير هذا الفريق أو حتى على أقل تقدير فرق أخرى منافسة بهذا الحجم نحن الحمد لله يعني سواء هذا الفريق أو الفريق الأخرى حتى يعني في نهاية السنة الدراسية فالسنة بيحصلون على منح دراسية من جامعة ملك عبد الله العم التقنية للدراسة في أعرق الجامعات العالمية أما الطلاب اللي في المراحل المتوسطة أو في أولا ثانية أو ثانية فهم يتملون في مشاريع البحثية أو يبدون في مشاريع جديدة وبعض الطلاب الحاسم متميزة فعلا حصلت على الجوازة ولم تحصل شارط ولم تحصل عن طريقة مشرتين عليهم في الجامعات ومجال ومعاهد الأبحاث ومراكز الأبحاث يتم نشر أبحاثهم هذه المجلات العالمية وورقات علمية محكمة إنجهات مختلفة أسواء جهة أقليمية أو دولية هل تقومون بتقديم توصيات معينة لاستكمال بعض هذه الأسماء التي حققت هذا الإنجاز في ذات مجال البحث نحن نتواصل مع المشرفين أو الزملاء صاحب الاختصاص اللي كان يشرف على الطالب ونطلب منه نشر هذه الورقة العلمية أو إكمال البحث وكثير من الطلاب الذين عندهم مشاريع متميزة واصلون مع سمالانة أو أعضاء التدريس أو الباحثين في نشر هذه الأوراق نحن نتكلمنا الآن في ماليزيا مع مجموعة أخرى من الطلاب الآن مشاركين أيضا في مسابقة دولية سوف يبدأ تحكيمهم بعد غدا إن شاء الله تعالى الخميس نسأل الله لهم التوفيق أيضا إن شاء الله أن يكون إنجاز ثاني يحقق للمملكة دكتور حمدان محمد المشرف على الفريق العلمي في مسابقة أنت العيسف 2015 شكرا جزيلا لك ومباركوا لنا هذا الإنجاز شكرا جزيلا للمشرف على الفريق العلمي شكرا جزيلا لكم